السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم في قناة المسلر نرضى هنحل مع بعض كتاب جيمبل سنة أولى سنوي الواحدة الستة من صفحة 313 لصفحة 316 انتظرونا نبدأ بصفحة 313 رقم واحد درايد جريبس اللي ولعينا بالمجفف أندي بيرز والتوت آر كول دي وسمى يسمى ايه كارينت اللي هو الزبيب دي معناها جاري ودي معناها عملة رقم اتنين small pieces of land يعني قطع صغيرة من الأرض used for مستخدمة لي growing things زرع يعني المحاصيل آر كول دي تسمى بتسمى ايه بقى بلوتس اللي هي قطع ايه أرض زراعية دي بحيرات ودي بيرك ودي ايه جمع نفورة رقم ثلاثة gold silver and money المال والفضة والدهب that someone has hidden اللي شخص ما ايه قد ايه اخفاها ان ابلس في مكان اسكولد كل دولة بيسموا ايه طبعا ايه الكينز treasure الاولانية بليجر معناها لزة او سعادة ودي معناها ضغط ودي قيس رقم اربعة the novel which was published الرواية اللي تتم نشرها last year السنة الماضية was a عشان ايه دي هنختاره ايه بقى هنختاره success يعني الرواية دي كانت تمثل عمل ايه ناجح دي تناجح لصفة فما بتاخدش قبلها ايه successful دي بنجاح ودي succeed ينجح دي الفعل رقم خمسة every parent يعني كل والد نقطة to see their children او كل ابا وام يعني يتمنى هم يشوفوا ايه اطفالهم successful ناجحين in their lives في حياتهم يتمنى طبعا تبقى ايه wishes دي معناها يفترض رقم ست I found these CDs وجدت هذي السيدهات very وبعدين نقط when I was learning English لما كنت بتعلم انجليزي رقيت السيدهات دي بقى helpful مفيدة دي تعاوني ودي خاص وديت متفائل ايه رقم سبعة she is a professor of language يعني هي الايه استاذة جماعية في اللغة عند نقطة دمانهور university في جامعة دمانهور ايه استاذة جماعية في اللغة والادب literature الاولانية دي معناها ادبي وديت معناها حرفي والاخيرة معناها متحرر رقم تمانية my uncle has invited us عمي دعانا ايبا to go in the red sea في البحر الاحمر this weekend وعلى 3 نهاية الاسبوع يبا ايه دعانا لابا go go بحار انشاء البحر الاحمر اما دي معناها رفع اسكال ودي ايه رياضة الملاكمة البوكس رقم تسعة i am looking forward انا اتطلع الى look forward دي تاخد حرف الجاري بس بيجا وراء الفعلي فيه ing حتبال ايجابها to joining تطلع الى الانضمام ايه الى اويل non club نادي مشهور عندما ايه اكبر رقم 10 مني بيبوا لناس كتير ان اوارتون في بلدتنا object دي اعترضوا على ايه نقط the new bridge على بناء الكبرى الايه الجديد اللي همنا هنا الفعلي object دي اعترض على بياخد to بس بيجا بردك وراء الفعلي في ايه 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 النجيح تبال اجابة to building اعترضوا على بناء الكبرى الايه الجديد رقم 11 i couldn't neglect انا لا استطيع ان اهمل نقط his invitation دعوته to his wedding party لحفل زفافه بردك يجورها الفعلي في ايه ing على طول تبقى accepting انا لا استطيع ايه اهم الايه ان انا نقبل الدعوة دي يعني مقدرش يهملها 12 the children were afraid of سهلة دي بقى afraid of يجورها الفعلي في ايه ing getting lost اطفال كانوا خايفين انهم ايه 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 فازلوا يبقى بيجور ايه next to their parents بيجور والديهم ايه رقم 13 thousands of people الاف من ايه من الناس وبعدين نقطة looking at يعني ايه النظر الى ايه تمثيل منحوطة scalpatures هنا بيستمتعوا بيها طبعا انا عرف فاز ازا بقى هنا الفعلي في ايه ing enjoy في الاربعة دولارت هي ليجورها الفعلي في ايه ing enjoy اما الثلاثة التانين دولارت بياخدوا طول مصدر 14 children deserve الاطفال يستحقكم deserve بتاخد طول مصدر يبقى to be to be will respected ان هم ايتم احترامهم and treated ويتم معاملتهم ايه بشكل ايه جيد 15 do you think هل تعتقد we will be able to سوف نكون قدرين على afford يعني تحمل تحمل تكاليف تحمل تكاليف ايه نقطة on holiday this year القيام باجازة يعني هزي ايه السنة طب afford دي يجي وراء الفعلي في ing هتبقى لاجابة going 16 i think this nice story اعتقد هزي القصة اللطيفة is worth تستحق ده تعبير برضا بيجي وراء الفعلي في ing على طول هتبقى لاجابة reading تستحق ايه ان تقرأ من ايه من الطلاب كلهم يعني buy all students الصفحة اللي بعدها صفحة 316 اول سؤال عندنا اللي هو ايه اللي هو رقم اتنين ده يعني fill in the space املأ الفراغات دي قطعة سهلة نقول فكرتها my teacher mrs huda مدرسة الاستاذة ايه هودا اعطتني ايه بعض النصائح عند ايه في الامتحانات she told me قالت لي هي بحنقول ايه الاول اجابة that that i must revise لازم اراجع ايه بشكل جيد و ايه ما نمشي متأخر قبل الليلة الامتحان يعني في ليلة الامتحان when i actually get the exam paper لما ايه اخد بقى ورقة الامتحان i برده كتب الاجابة must يعني يجب او should ماشي تمشي read the questions ارى الاسئلة ايه بحرص بعد كده يجب ان ايه ابتدي بحل الاسئلة الايه سهلة ومضيعش الوقتي في الاسئلة الايه الصعبة اللي يهمنا بعد كده after i finish finish بيجي وراء الفعلي في ايه ing هنقول answering حل the easy questions بعد ما حل بقى الاسئلة السهلة ابتدي ادخل في الاسئلة الايه الصعبة اخر حاجة اعتبائز عشان advice دي طبعا لا تعد ومفردة السؤال اللي بعضه ده القطعة والقطعة دي سهلة جدا على فكرة المرادة هنقول فكرتها والايه والمعاني الصعبة اللي فيها بيقول ايه تحكي قصص تحكي او تستمع الى الكصص بس but do they like to write بس هل بيحبوا يكتبهم طبعا هنا من الصعب انك تلاقي الناس بتكتب هي الكصص ديت الكتابة ديت من احد المهارات اللي بتتطلب ممارسة حتى الكتاب البروفيشنال فين don't write everything perfectly ما بيكتبوش كل شيء بتقان من اول مرة ماليبا ده to revise their work بيضطروا الى ايه مراجعة عملهم وكمان بطلبوا من ايه رأي اصدقائهم في اللي هم ايه كتبوه واحيانا بيكونوا ايه يجبر هنا معناها بيكون ايه بقى اصدقائهم دولت احيانا بيجبروا الكاتب ده انه يغير ايه الرأي ايه او الستايل بتاعه في نقطة معينة في الكتاب او نظام كتابته يعني عندما تراجع كتابتك بتبحس عن طرق لتغيير الكتابة ديت عشان تخليها بطر كتابتك تكون ايه افضل يعني طبعا بتتأكد من الكتابة انت كتبتها يعني القصة اللي مسلا كتبتها بترجع الاخطاء الهجاء وكمان بتتأكد ان استخدمت الحرف الكابتل والنقطة والعلامات التركيم تبحس عن كلمات كمان يعني كان بيتيكن قوت يتم حسفها او اضافة كلمات عشان تخلي تستخدم الكلمات الاكسر تشويقا عشان تخلي اللي بيقرأ يكمل اراية بتتأكد ان الكلمات هتساعد القارئ انه يحصل على الصورة كاملة في اللي انت عايز تقولهوله يعني اخر فقرة هنا طبعا مراجعة كتابتك دي بتكون ايه مهمة تغييرات اللي انت بتعملها ممكن تحول الكلمات دي معناها رتيبة كلمات المملة ديت الى كلمات اكسر ايه تشويقا فبتوصل الافكار للقارئ بس كل القطع بتحكي على الكلام ده شوف بقى لقي الحل بتاعنا السؤال رقم واحد لماذا تعتبر الكتابة مهارة صعبة طبعا لان بتحتاج ايه ممارسة بي اتنين بيعملوا ايه عشان يخلوا كتابتهم افضل طبعا بيراجعوا الهجاء والاي علامات الترقيم الصفحة اللي بعدها 315 لماذا بتكون المراجعة مهمة عشان بتخلي افكار الكاتب حية what should the writer of a story do بيعمل الكاتب to embrace عشان يؤثر على القارئ بيستخدم طبعا ايه كلمات مشوقة بس كل الاسئلة دي حتى السؤال الثامن ده سؤال برضك ايه اجاباته متعددة do you like writing stories تحب كتابة الكصص ممكن تقول yes او no ولقلت yes قل لا ولقلت no قل لا اجابة رقم 8 دي مثال للاجابات يعني yes because most people لان معظم الناس find them زم مقصود بقى ايه القصص بتحب القصص يعني تجد ايه شايكة بالنسبة لهم سؤال الرابع ترجمة للغة العربية دي رقم واحد ترجمة الاولانية والحل ايه ان الانسان يعرف جيدا ان الحياة مزيج من النجاح والفشل الامل واليأس السعادة والحزن ولكن في كل النواحي لابد ان تكون مملوئة بالانجازات ترجمة رقم اثنين ان زيادة الانتاج وتحسين جودته هما الطريق الوحيد لزيادة دخلنا القومي والذي يساعد في رفع مستوى المعيشة ترجمة رقم ثلاثة كل طفل ان من الحق كل طفل ان يحيا حياة سعيدة ويجب على الحكومة ان تكون بكل شيء ممكن لتتأكد ان الاطفال يعيشون ويتقدمون السؤال اللي بعده ترجم للغة الانجليزية دي رقم واحد تلعب النوادي الرياضية دور هام في المجتمع نجيب الفعل من سبورت سكلابز النوادي الرياضية تلعب دور هام في المجتمع يعني مجتمع ن كما تقدم خدمات عظيمة للشباب كما هنا يعني and they provide تقدم great services for youth الشباب وتساعدهم على قضاء اوقات الفراغ بشكل مفيد and help them to spend their free time وقت الفراغ ولي بشكل جيد بشكل مفيد الترجمة 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 تبذل الحكومة كسارة جهدها لحل لمعظم مشاكل المجتمع رفع مستوى المعيش لكل المواطنين هذا الحل the government الحكومة does here best تبذل كسارة جهدها to solve most of معظم society's problems لها مشكلات المجتمع and raise the standard of living ورفع مستوى المعيش for all citizens لكل المواطنين الترجمة التالتة وده حل محلول هنا وكنتوقف في الشاشة وتشوف ايه تأكد من حلك صحة ولا غلط وكده بقى انتهى الفيديو بتاعنا النهار ده وانتظرونا في فيديوهات قادمة لحل باية الاسئلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته